السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أنكم بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي الرائعين في الصف الثالث ابتدائي معي في مادة لغتي للفصل الثاني فأهلا وسهلا بكم معنا في حرفنا حرف ماذا؟ حرف الكاف مجالنا المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند له هي المهارات الحركية الدقيقة أحداث الدرس الذين أسعى إلى تحقيقها أن يحفظ الطالب وطالب شكل الحرف كاف بعد ذلك أن ينطق الطالب وطالب الحرف كاف بالحركات الفتحة والضمة والكسرة ثالثا أن يستخرج الطالب وطالب الحرف كاف منفصلا وجزءا من الكلمة رابعا أن يسمي الطالب وطالب صورا تحتوي على الحرف كاف أخيرا أن يكتب الطالب وطالب الحرف كاف منفصلا وجزءا من الكلمة حرفنا كان حرف ماذا؟ كا كا أحسنتم كا أحسنتم أبنائي إذن كا كنقر أحسنتم ممتاز قلنا أنه يشبه الكنقر يحمل كافا صغيرا داخل بطن مثل الكنقر الآن سأطلب منكم تحديد موضع حرف كاف الكلمة هنا كلمة سكين موضع الحرف هنا حرف الكاف موجود مكتوب بس أي ما موضعه؟ في الأول ولا هو جالس الآن في الوسط ولا في آخر الكلمة؟ ما موضع حرف الكاف هنا؟ استخرجوا لي أحسنتم كتب بأي لون؟ باللون الأحمر إذن كتب باللون الأحمر حرف الكا هنا ما موضعه؟ ما موضع حرف الكا هنا إذن الحرف الأول هل هو شكل حرفي حرف الكاف؟ أحسنتم لا إذن معذرة لا ليس هو حرفي حرف الكاف وليس هذا هو حرفنا هنا في البطاقة البرتقالية هل هو حرفي حرف الكاف؟ هل هكذا يكون شكلة؟ هل يمد كتا دراعي هذا سكن في الوسط؟ نعم أحسنتم إذن حرفنا حرف الكا يسكن وسط الكلمة ويمد كتا دراعي في كلمة سكين لدي قصة قصيرة لأبنائي وبناتي مستعدين لسماء قصتنا لليوم؟ أنا متحمسة جدا هيا نستمع إلى قصتنا ونشاهد عن من تتحدث قصتنا لليوم حن الحركات يحكى أنه كان هناك أربعة إخوة مختلفين يحبون اللعب مع أصدقائهم الحروف الأخت الأولى اسمها فتحة وهي دائما مبتسمة وترتدي قبعة فوق رأسها وتفتح فمها عند الكلام إذن اسم الأخت الأولى ما هو؟ فتحة نشاهد صديقنا البطل حرف الكاف ماذا فعل في قصتنا؟ ذهب حرف الكاف في رحلة للبحث عن الكنز بعد أن وصاه والده أن يجد هذا الكنز وأعطاه الخريطة وما أن وجد كنز حاول أن يفتحه مرارا وتكرارا ولكنه للأسف لم يستطع وجد ملاحظة لن تفتح الكنز حتى تكون كا كا استعجب ولكن لاحظ أنه يوجد فوق حرفه ما يشبه ما يوجد فوق صديقته الفتحة فحا ذهب إلى من؟ ذهب إلى صديقته الفتحة مادرة وذهب ليبحث عنها وأخبرها بالقصة وعرض عليها أن يعطيها شيئا من كنزه بشرط أن تعطيه ماذا؟ تعطيه فتحة لعل الكنز يفتح معه فوافقت الفتحة ولكن طلبت منه طلاب قالت أنا أريد أن أقتسم معك الكنز ولكن للفتحة شروط يا كاف هل توافق عليها؟ إذا وضعتها سيصبح صوتك مفتور ومن يناديك يفتح فما قال حرف الكاف أمري لله أنا موافق قالت إذن سأضعها الآن فوق رأسك ذهب حرف الكاف والفتحة وحاولوا فتح الصندوق الآن مرة أخرى بعد أن وضع الفتحة على رأسه بمساعدة الفتحة وأصبح له صوت جميل كا كا إذن يا ترى هل سيستطيع؟ هل سيستطيع أن يفتح كنزه؟ طلبت منه الفتحة أن يجرب انطلق حرف الكا وحاول أن يفتح الكنز ويبدو أنه فعلا استطاع أن يفتح القفل وحصل على الكا كا كنز كيف أصبح صوت حرف الكا عندما وضع الفتحة كا 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 كنز كا كا كنز أحسنتم إذن ألاحظ وأقرأ إذا ظهرت الفتحة على الحرف الكاف ماذا يصبح صوته؟ كا حسنتم كا كا فمي يكون مفتوحا مع الفتحة كا 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 كنز ممتاز نقرأ الكلمة من يقرأ لي الحرف الأول؟ كا ممتاز كا كا نردد يعني أستمع وأردد كا كنز كا كا كنز أحسنتم حرف الكا هنا ماذا يظهر عليه؟ ما الحركة الظاهرة؟ فتحة وعندما تكون الفتحة الظاهرة يصبح صوت الحرف ماذا؟ مفتوحا إذن ألاحظ وأميز أريد الآن أن أضع الحركة على حرف كا كا أنا فتحت فمي إذن الحركة ما هي التي تعلمناها اليوم؟ أحسنتم الفتحة أين أرسم الفتحة على الحرف؟ أحل ترسم أسفل الحرف؟ كيف نرسم الفتحة؟ أحسنتم أعلى الحرف؟ ممتاز إذن تصبح كا كا ممتاز هكذا يصبح صوت الحرف كا إذن ألاحظ الآن وأقرأ أمامي ماذا؟ ما هذه الفاكهة اللذيذة التي تشاهدونها الآن؟ من يعرف هذه الفاكهة؟ كا تبدأ بحرف الكا كا كارز أحسنتم كا كارز عند نطق الحرف ماذا كان فمي؟ مفتوح لأن الفتحة ظاهرة على الحرف ها من يستخرج لي الحرف كا مع الفتحة؟ من يشير عليه؟ ممتاز إشارة جميلة ها هو حرف لنا حرف الكا كا كا كارز رأوا معي جميعا كا كارز كا كا كارز أحسنتم ها ما هذا؟ ما هذا نسمي هذا؟ يبدأ بحرف الكا كا كا كاف أحسنتم كا كا كاف إذن كا كاف سأطلب منكم الآن طلب أبنائي ضعوا أيديكم على الفم ماذا تلاحظون عندنا نطق حرف كا كا أحسنتم فمي يكون ماذا؟ مفتوحاً لماذا؟ لماذا؟ أحسنتم لأنها ظهرت الفتحة على الحرف والفتحة إذا ظهرت تجعل الفم ماذا؟ أحسنتم تجعل الفم مفتوحاً عند نطق الحرف كا كا كاف إذن تعلمنا اليوم صوت الحرف بماذا؟ بأي صوت؟ بصوت الفتحة من يجرب؟ أن يعطيني كلمة فيها حرف الكا مفتوحاً ها؟ من يجرب؟ ممتاز أبنائي وبناتي رائع لم نقل أن كا كا كنغر حرف الكا يشبه حرف كنغر؟ أحسنتم حرف الكا في كلمة كا كنغر مفتوحاً ننتقل الآن إلى شريحتنا التالية وصل الحرف بالحركة المناسبة هنا في كلمة كا كاف ما الحركة المناسبة لحرف الكا؟ نلاحظ صوت الحرف كا كا إذن الحركة المناسبة تكون ماذا؟ الفتحة أحسنتم كا كاف إذن نصل الكا بحركة الكاف هنا بالفتحة ممتاز أبنائي وبناتي إذن نستمر على التدريب بقراءة الحرف بماذا؟ بحركة الفتح أستودعكم الله معكم معلماتكم منال صالح الغريب ترجمة نانسي قنقر